اشجع المشاهدين يقرؤ انجيل متى اصح 16 في اعلانات ما اعظمها اعلانات عن من هو المسيح عن ما هي الكنيسة عن الام المسيح عن صلب المسيح عن قيامة المسيح عن ملك المسيح كل هذا في اصح 16 الاية اللي بتقول لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كاثرين شو بتفهم هاي لايه وين بتحط ابن الانسان وين بتحطها في اي صورة بهاي اقدر اعرف هذه الكلمات عدة اعلانات الاعلان الاول اتضاع ابن الانسان فقط جاء الاعلان الثاني لهوت ابن الانسان فالذي جاء كان له وجود سابق قبل ان يأتي يعني انا قبل ان اأتي ليك في هذه الحلقة كنت في مكان ما فعندما يقول عنه جاء اذا قبل ما جيه بالتجسد كان له وجود فهو الله قبل ان يأتي وهو الله بعد ان اتى في ثوب الانساني جاء لا لكي يخدم لان سادة الامم وقادة الامم يريدون ان يخدمونهم اي قائد ديني او اي قائد سياسي عايز الناس تسبح بحمده ليلة ونهارا الا المسيح اتى لا لكي يخدم بل ليخدم وما اعظم ما ان نراه هناك عند اقدام تلميذه في يحنى 13 عندما صب ماء في مغسل وبدأ يغسل ارجل التلميذ فكان هو الذي يخدم ولم يكن هناك مغدوما منهم ثم ذهب الى الصليف فقال عن نفسه لكي يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين والحقيقة برضو هذا اعلان لم يبذل نفسه فدية عن الجميع واشترك جميع بدمه لكن عن كثيرين من الجميع الذين سوف يخصصون موته لهم شخصيا وهم فئة المؤمنين الكنيسة التي هي جسدهم اشتركوا في القناة